حرب دامية دفعت النظام الصحي في السودان إلى حافة الانهيار لتصبح الأزمة أزمتين تزيد من مأساة الشعب السوداني الذي أثخن بالجراح في بلد لم يعرف الاستقرار التام منذ عقود وهو الآن ضحية السيناريو الأسوأ أرقام صادمة لعدد المستشفيات التي أصبحت خارج الخدمة في ذروة احتياج المواطنين لها 70% من المرافق الصحية أوقفت عن العمل أو أجبرت على الإغلاق بحسب نقابة أطباء السودان فمن أصل 74 مستشفى في العاصمة والولايات التي تقع بالقرب من مناطق الاشتباك يوجد 52 مستشفى منها أصبحت خارج الخدمة تماما بعد الاشتباكات الأخيرة 9 مستشفيات منها تعرضت للقصف الشديد وتسعة عشر مستشفى آخر تعرضت للإخلاء القصري ما يعني وجود 22 مستشفى فقط في المنطقة تعمل بشكل كامل أو جزئي وهي الأخرى مهددة بالإغلاق في أي لحظة بسبب انقطاع التيار الكهربائي وانعدام الأدوية وغياب الكوادر الصحية فهذه المرافق الطبية تعمل بالحد الأدنى من الإمكانيات والحد الأقصى من عدام الأمن حولها نظام الرعاية الصحية في السودان يمكن أن ينهار تماما تحتاج المستشفيات إلى موظفين إضافيين وتحتاج إلى إمدادات إضافية وتحتاج إلى إمدادات دم إضافي هناك تقريبا هجوم عسكري على عدد من المؤسسات الصحية هناك يعني هجوم على سيارات أسعاف وبها مرضى وبها عاملين صحيين وعلى الرغم من تصاعد التحذيرات الدولية من كارثة إنسانية وانهيار القطاع الصحي في البلاد إلا أن القتال لا زال يتواصل في العاصمة السودانية ومدن أخرى لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر